دكتور محمود يعني ما أنا عندي هنا أنا قريت أن فيه ألف مفتش سيدالي طب ما فيه مفتشين طيب إحنا لغاية ما يجي التشريع ولا غاية ما نعمل الهيئة الوقت المفروض فيه مفتشين بيروحوا رأبوا وينزلوا السيداليات وشوفوا الدواء المغشوش مش من المغشوش إذن بيعملوا شغلهم ولا إيه المشكلة فيه؟ هو المشكلة أن عددهم قليل بالمقارنة بعدد السيداليات المفروض ينزلوها وعدد مخازن الأدواء المفروض ينزلوها في دلوقتي أنت حضارك قلت أن 5.000 مغزن مرخص ده غير اللي مش مرخص ده 5.000 غير مرخص أنا قريت كده 5.000 مغزن غير مرخص دايما الأدواء المخشوشة أو المخازن المرخصة لو أنا كوزارة صحة مصرية عندي حصر بيهم كنت أفلتهم القصة كده لو أنا عندي ده غير مرخص كنت أفلت وخلاص وقفلت المشكلة لكن هو فيه حوالي من 3.000 لـ 5.000 مغزن مرخص مغزن أدوية اللي مش مرخص دول كتير أكتر من كده ما هو أنت ما أنتش عارف أن ده مرخص فيه ناس اللي بي عندها صادليات وبيستخدم صادلياتها كمخازن ودول ما أكسرهم تمام؟ أه اللي هي بتبيع جملة السيدلية في مخزن وراء وبيتبيع بالجملة ده دي المخازن المش مرخصة فالمفاتش مطالب أن ينزل على 60.000 صادلية مرخصة و3.000 مخزن مرخص ده غير الحاجات اللي مش مرخصة غير المصانع اللي في بيري السلم والمخازن المش مرخصة طب مين اللي قال أنهم لازم يكونوا ألف ما نخليهم 10.000 ما نخليهم 20 مين صعب الخرر في ده؟ الوزار